مرحبا بك قامت بك شكرا جزيلا اليوم الجمعية تميز بمهرجان مهرجان مهرجان فريد من نوعه مهرجان مهرجان فريد من نوعه أول مهرجان يهتم بطرات التقافي خصوصا المنطقة الجنوب معروفة بفن أحواش فن متعددة كثير من عشرين صنف على حسب كل المنطقة أكيد هناك مهرجانات يهتم بطرات ولكن جاب الجديد جاب الجديد للطرات يعني مهرجان فقط مثلا غير نديروا إحياء مثلا غير نديروا لواحات فنية مهرجان لا من الأشياء المهمة في مهرجان إزوران أنه كبير ليس أحواش وحدة ليس نوع واحد من أحواش ولكن قبل منه أنت سي راشيد نيد بوبكر اليوم كتوج جائزة وطنية دي البتكار الاجتماعي ونت جاي من منطقة اللي هي من مناطق الضرر الزلزالي اللي ضربها الزلزال اللي عرفته بلادنا مؤخرا كيف هي الأحوال عندكم كيف عشتوا الزلزال وكيفاش خرجتي من رحيم المعاناة لأنه عرفت من المنظمين أنه في خضم تحضير والمسابقة والتقديم ديالها كنت في أيام زلزال بكل مرافق هذا الشيء من معاناة ومن صعوبات فعلا سي كريم يعني النهار 18 هو هذا النهار ما غاديجي تنسى لنا خاصة احنا يعني كنتمي والمنطقة ديالتالويدا الشمالية يعني التقاس تحتها فيها الأضرار سواء بشرية سواء مادية أو سواء نفسية يعني هذه هي الكارثة العظمية يعني الأضرار النفسية ده باقي الدرالي مراد نساكن وكل شيء باقي الناس يعني في الجبال الاطلس الكبير يعني يعني باقي يعني أي يعني زال Are يعني معاناة خرين جايين لقدم ويعني جاتنا المسابقة ديال الجوائز جاتنا في واحد طرفية فعلا طرفية صعيبة ولكن الحمد لله يعني توجن الله يوفقكم كيف جاتكم الفكرة رشيد نيد بوكر أنكم تشتغلوا على الموضوع التقافي ديال أحواش وتنجوا منه وتصنعوا منه مهرجان اللي قد يكون اليوم عنده هذا الصيد على المستوى الوطني وأيضا وحد البعد تقافي دولي لأنه سياح ديال المنطقة كيتابوه موعد مهم المهرجان جاء فكرة ديال مجموعة من الشباب يعني فيه باحثين وفيه طلباء وفيه الناس الغيرين لها التقافة خصوصا التقافة الأمازيغية يعني في الأوين الأخيرة تقريبا منهنا عشرين عام يعني شفنا المورد التقافي ديالأحواش بدأ كينقارد شوية بشوية وفقدنا وعد العادي ديال الفنون يعني ما بقيناش كنشوفهم نهائيا كوجدت الفكرة ديال تنظيم وعد المهرجان وفقدم هذا المهرجان كانوا مواد المسابقة الوطنية لفنون أهواش يعني هذي كينب شاركة مع فنون أهواش ماشي فن أهواش لفنون أهواش فنون كتير ماشي فن واحد أي أهواش ره فنون كتير وكتير بزف وفيه اللين قارد يعني مبقاش لي الأطار مبقاش لي الأنطار وكينين مثلا لي قرابين يختفوا وهذا هو الهدف ديال يعني هذي كلمة أمازيغية أهواش كلمة أمازيغية شوية معنى ديال أهواش أهواش يعني ما يمكنش معندش شي معنى مثلا شي معنى أهواش هو ذاك الفن اللي كي يجمع بين الرقص والغناء والموسيقى يعني ما عندش معنى شي معنى تقول مثلا حواش كنقوله حواش يعني أرقص حواش هو أرقص حواش هي أرقص وكلمة أهواش أهواش هي الرقص الرقص الجماعي الجماعي وكي يجمع بين الشعر والموسيقى ومقص ورقص تضيف شوية أهواش نتعيغية نبدأ يعني كنا عشقه أهواش حيث أولوز منطقة ديال أولوز فاشكا نديرو هذا الميراجان يعني منطقة هي المنطقة اللي كتلقى بين وعد العادة ديال أهواش حيث هنا كنا نتعيغية منطقة استراتيجية يعني أنطريق الحوز مراكش ورزازات طاطا الجنوب ترودان 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 ودكشي لماذا كنا ننضمون الميراجان في تلك البلاصة بالضبط يعني ميراجان إزرال في شمن نوقيته في السنة شنو الموعد ديالو أصلا يعني هذا العام اليوم هو الإفتتاح ديالو أهليوم اليوم ولكن من المفتارات من المفتارات أجلتوا أو لغيتوا هذا العام لغيت أجل إن شاء الله حتى الشهر واحد حتى نشوفوا الظروف كذا يعني ما هو بالأصل يكون في أكتورة شهر عشر شهر عشر شهر عشر شهر عشر شهر عشر شمو النسخة وصلتوا دابا دابا لهذا العام النسخة الخامسة إن شاء الله النسخة الخامسة إن شاء الله الله يوفقكم سي أرشيد نيد بوكرا قلت لي أنه أحواش مشي فن وإنما مجموعة من الفنون شنو هي فنون أحواش ممكن مثلا نقول لك شي أنواع دي الفنون أحواش مثلا أحواش يعني تصنيف دياله ممكن تصنفوه من ناحية الشكل يعني ناحية الشكل يعني تركيب الجنسي اللي كان نقوله يعني كين أحواش ديال الرجال كين أحواش ديال النساء وكين أحواش ديال مختلط كنقوله ديه أسقاء هذا مختلط أسقاء في نصف رجال ولكن تصنيف الصحيح هو تصنيف الإقاعات كانت تجدد قريباً أكثر من عشرين فن الأحواش أكثر من عشرين لذلك يوجد كيني أكثر من عشرين ما الذي يجب أن يختلف ما بين الفنون العشرين على الأقل دي الأحواش الإقاعات وفي كل فن الأحواش في المنطقة تجدد فيها فقط رقصات أو ثلاثة وكل رقصة لديها الإقاعات فإن أحواش كامل ستجدد أكثر من عشرين إقاعات وكل أحد يوجد اسمية نعم نعم وعندما يتعرفون أحواش يتعرفون أخرى وعندما يتعرفون أسماء وعندما يتعرفون مقصاب وعندما يتعرفون لا يتعرفون لذلك إذا لم يتعرفونه من أحواش وعندما يتعرفون وهو فن أحواش، الأنواع والأصناف والآلات والرواد وهناك أساتداء في كل منطقة مثلا كل عام يجعلون أنواع الأحواش كل مرة يجب أن يأتي أستاذ باحث من إقليم الزلال يجب أن يأتي أحواش في إقليم الزلال ويجب أن يأتي أحواش في حالاته وفي حالاته، سأخذوا ثلاث سنة أو ربع سنة يجب أن يأتي أحواش في إقليم الزلال الأصناف، الرواد، والآلات يجب أن يأتي أحواش في أفلام وتعيقية هل يجب أن يلقى دعم من الفاعلين المختلفين سواء الفاعلين المحليين عندكم في المنطقة أو المركزيين بحل وزارة التقافة أو غيرها أو الفاعلين الخاص أولاك توجدوا صعوبة في أنكم ترفعوا هات المشروع هذا دفاع وترويج وتتمين ديال فن أو فنون أحواش ويجب أن نقول مهرجان الزوران في البداية كانت صعوبة الدورة الأولى إلى الثانية ولكن الشرك الرئيسي الذي يدعى هو المحاد الملكي للثقافة الأمازيغية كشركة رازمية ورئيسية وكانت وزارة التقافة وبعد ذلك سيكون شركاء خواس كافية هذا الشيء؟ في حالة ساعة في حالة الفرق الفنية داخلها معنا كشركة لا يتكلمون بها ويجب أن يتعودون ومثلاً يتعودون معنا ولكنه لا يتكلمون في هذه المسابقة لديهم قدرة والدوء يمكن أن يكون هناك يمكن أن يكون هناك يمكنهم أن يكون هناك إذاً يمكن أن يصل إلى الدورة الخامسة ويجب أن يكون هناك في البداية من ناحية الدعم هذا أول شيء ما سوف تبدأ بها ونحن معكم يمكن أن نعودم لها أن هذا الفناني الذي يجعله هذا المجهود الكبير باش يتمنوا ويحافظوا على فنون أحواش من العيب أنهم يجيوا وشاركوا في المهرجان ويدافعوا التقاف المغربية وأنهم يفرحوا أننا كنعطيهم فلوس دي الترانس بورولا لإيواء ديالهم خاصهم كاشا ديالهم خاصهم دعم مادي سواء المهرجان ولا باش أنهم يشتغلوا على طول السنة ويعطيوا منتوج ياليق بصورة وبتقافة المغرب لأنه كيف ما قلتي أحواش أو فنون أحواش كثير من عشرين عدد منها نقابض باقينات العشرين ما خاصاش نقابض خاصة تتمين وخاصة نحافظه وخاصة للناس أننا نطعم المكان الاعتبارية اللي كي يستحقوها جمعية السنفلول اللي توجد بجائزة الماروكان سوشل إينوفيشن أورز جوائز المغربية البتكار الاجتماعي حاملة لهذا المشروع ديال المهرجان إزوران إلى جانب هاد المهرجان شنو كتعمل جمعية السنفلول؟ جمعية السنفلول كتشتغل في ثلاثة المجالات اللي هو التقافة والبيئة والأعمال الاجتماعية يعني التقافة المهرجان وكان نشيطة ندوات على طول عام ندوات دورة كوينية إلى آخره وفي البيئة يعني ديجاد وزنا وعد العدد ديال المشاريع مثلا السباغة ديال المدارس تشجير في هذا المجال وفي التضامن يعني نحن كنشتغل ديما في الأعمال الإنسانية تقديم المساعدات للأسارة الأسارة المعوزة والحمد لله يعني توفقنا في هاد الظروف أو التنية ديال الزلزال بأنه يعني الجمعية وقفت يدوحدها مع المنخارطين ديالها ويعني ساعدنا الناس وساهمنا يعني منذ الزلزال بعشرة دقيق خرجنا الميدان يعني ساهمنا مع الناس حيناهم من تحت الطراب وحينا اللي ماتوا الله يرحمهم ومن بعد خدمنا حواشقين اللي يفقكم شنو معناه أسنفلول؟ أسنفلول هي الإبداع بالأمازيغية الإبداع بالأمازيغية الإبداع بالأمازيغية تعتقد الإسم فيه في إبداع تواكل عليكم اللي يفقكم شيء سي راشيد نيد بوبك شنو كياني لك التتواج اليوم جائزة الابتكار الاجتماعي اللي هي جائزة وطنية في مجال الثقافة شنو كياني لكم كياني لنا تحفيز يعني باش نوصلوا المصار ويعني نخدموا ما زال خصنا الخدمة يعني متنا هذيرها بحليل دعوذك لإنسان واحد الحاجة تخدمها والتاني تضربتها من مرة باش نوصلوا الهدف ديالنا الأسماء فينو اللي تخوفي ديالك؟ تخوفي ديالك شخص لك؟ بليجيك تضرب بالأمازيغية شكرا لك ونتمنى ونشوف مهرجان إيزوران من رحيم المعاناة صحيح ولكنه يستمر وأنه في يناير يكون في مطلع العام مع بداية عام جديد بأمل جديد وبتحدي جديد لأبناء المنطقة وللمنطقة كاملة تخرج من الزلزال وتعطي صورة حضارية وإنسانية للمنطقة كلها وتتمين الفنون أحواش الله يفقكم وشكرا لك شكرا لك شكرا لك رشيد نيد بوب كارنتا رئيس المؤسس لجمعية أنسان فلو الحاملة والمنظمة لمهرجان إيزوران شكرا لكم حتى تنتموا مشاهدين على شداتي في ومستمعين على شداتي في ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر